الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قوله تعالى قو أنفسكم معناه جنبوا أنفسكم النار التي وقودها الناس والحجارة فإن الأرض بعد أن يحاسب الناس عليها ترمى في جهنم لتزيدها وقودا وكذلك الشمس ترمى في جهنم بعد أن يطمس نورها وكذلك القمر أما قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد فمعنى غلاظ أنهم لا يرحمون الكافر ومعنى شداد أي أقوياء وأما قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فذلك لأن الملائكة مجبولون على طاعة الله أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله وكل منهم يقوم بما أمر به بلا تقصير فالملائكة لهم وظائف منهم من هو موكل بالمطر ومنهم من هو موكل بالنبات ومنهم من هو موكل بالريح ومنهم من هو موكل بالجبال إلى غير ذلك من الوظائف وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه أي الواجبات والمحرمات وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين والحمد لله رب العالمين خال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة